طيب البعض بيتكلم وخلينا نقل لك الصورة بمنتهى الشفافية بعض بيتكلم ان الفريق عندنا لما تم تدعيمه لما تم تدعيمه ببعض العناصر المحترفة يعني بعض المحترفين ولما غيرت برضو المدرب ولما بدأت تشتغل او تصرف فرقت الى حد كبير في نتائج الفريق هل الكلام ده مظبوط ولا لأ او هل احنا ما كناش نقدر ننجح غير لما نلجأ لعناصر من المحترفين ومدرب مثلا برضو اجنبي لا انا من وجهة نظري لا ما هتفرش حكم ان انت لك برضو التاريخ في كرة الى لا ما انا شايف من وجهة نظري لا طبعا احنا عملنا حاجة زي دي وانا كنت موجود شاركت في سوبر افريكي بطولة افريقيا احنا خدنا السلسية ابطال دوري ابطال كياس والسوبر خدناها في سنة وكان معانا مدرب مصري كابتن عاصم محمد وكل اللي موجودين ما كانش فيه تدعمات خارجية كان هو كان يحيى الدرع بس اللي كان موجود معانا وكان لسه هو شاب صغير هو قدر يعني قدر يدع اضافة للفريق بس مش الاضافة المية في المية اللي هي موجودة بس انا يعني الصرف وضع طبيعي عشان تنجح لازم اصرف لازم اجيب خامات كويسة ده وضع طبيعي التدعمات اللي انا عملتها بسبب ممكن يكون عندي ضعف في مركز معين فدوعة ده طبيعي زي فرقة نادي الزمالك هي تريبا عندها 80% اللعيبة اللي موجودة لعبة المنتخب يعني هنتكلم في اللي موجودين حسن قداح يحيى الدرع سيف الدرع أحمد لحمر كريم هنداوي يعني دودو في الوينج عندهم أكراميوسي تريبا هم التشكيلة كلها هم الست اللي موجودين جوه الملعب هم لعبة منتخب حتى اللي دعمه بيه شادي من الستبورتنج هو لعب في المنتخب فهور دي انت بتلاعب قوام المنتخب فهي دي وضع طبيعي ان انت لازم لما يكون عندك تأثير في حاجة او عندك مشكلة معينة في مركز معين فوضع طبيعي ان انت لازم تدعم